بسم الله الرحمن الرحيم اللغة الإنجليزية فالفقر إن شاء الله سنرى أنك تحيي شخصا إذن تحيي شخصا إذن تحيي شخصا إذن هو ماذا أنت تعمل عندما أنت أولا ترى هذا فعل رأة عندما أنت أولا ترى عندما أنت أولا ترى عندما ممكن أن يكون سؤال أنت تحيي شخصا كيلكا كان ما أقول في الغرة الفرنسية كيلكا غريتين ساموان إيز هي إذن نتكلم عن لغير تبي يعني لغير أتح سالغير أتح هذا يعني كان إيز كان ما أقول أنه تكون المقصود هي ماذا أنت تعمل إذن ممكن أن نعدي أيضا تأتي في إطار السؤال ماذا أنت تعمل إذن ماذا إذن غريتين ساموان تحية شخص هي ماذا هي ماذا يدو ماذا أنت تعمل إذن هي الأشياء التي تقوم بها معنى آخر ماذا يدو هي الأشياء التي تقوم بها هي ماذا أنت تعمل المقصود هي الأشياء التي تقوم بها إذن دو إذن دو إذن دو هذا فعل سالغفاء هذا فعل فعلة وين وين هي ماتا إذ وات يدو هو ما تقوم به وين هي ماتا إذن نتكلم عن الوقت وين المقصود ماتا المقصود بالوقت المقصود بها هو ما تفعله في الوقت You first see them أنت أولا تراه عندما أنت ترى شخصا أولا أنت ستحييه بندل لا إذن تحيي الشخص هي الأشياء التي تقوم بها كلمات إشارات ممكن أنك تشغل بيدك تحيي بيدك ممكن أنك تحيي بكلمات إذن تتكلم عن مجموعة أشياء إذن هي التي تتكلم عنها Is what Is what you do هي ماذا تقوم به بمعن آخر هي الأشياء التي تقوم بها Great in someone is what you do When you first see them إذن عندما أنت أولا تراه When you see them first عندما أنت تراه أولا بسيكلي يعني أساسا كم نقول بسيكلي سايين هيلو أساسا عندما تقول هيلو I don't know the verb to say The verb to say يعني فيها القالة There are many different ways إذن هناك مجموعة طرق ويعني طريق ways يعني طرق أنا أدنا في البلوريال همدي؟ إذن there are two there are There are يعني هناك إليا همدي؟ إليا مني؟ يعني عدة different مختلفة ways طرق إذن هناك عدة طرق مختلفة There are many different ways إذن هناك عدة طرق مختلفة people يعني الناس يعني أن تحيي each other each other كلهم الآخر كلهم الآخر يعني كل واحد يحيي الآخر in English فلوة انجليزية مما ما هذا؟ هيلو يعني تحية تقول هيلو يعني تحية إذن عندما تقول هيلو ما كنتشغل هذه الكلمة بمعنى آخر كنت هناك عدة طرق لتقول هده هيلو عندما لا إذن أساسا قول هيلو there are many different ways إذن هناك مجموعة طرق مختلفة people get each other in English يعني أن الناس تحيي كلهم بالآخر in English في الإنجليزية المقصود أننا عندنا مجموعة طرق الإنجليزية منها كلمات من إشارات إلى آخره نحيي من خلالها بعضاً 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 عندي some brain formal يعني بعضها تكون formal يعني أنها رسمية formal يعني أنها رسمية informal يعني أنها غير رسمية ما منها رسمية اللغة تتمقاسم إلى أقصان كل اللغة الرسمية مثلاً دي الإدارات دي المؤسسات كل اللغة دي الشارع إذا نتكلم عن هذه اللغة تسمى formal some brain formal or appropriate for every station البعض أنها تكون رسمية or appropriate أو أنها مناسبة for every situation لكل وضعية and others وأخرى نتكلم عن كلمات أخرى نتكلم عن إشارات أخرى كما قلنا الآن and others وأخرى بين informal أنها غير رسمية and something you should say أو شيء أول ما and something وشيء أول ما نتكلم عن something يعني شيء أول ما you should say أنه يتوجب عليك أن تقول you should say يتوجب عليك أن تقول only فقط to close friends or family here we have the verb to close here we have the verb to close هنا عندنا فعل أغلاقة the verb to close فعل أغلاقة أقول مثلا close the door please أغلق الباب من فضلك close the door please close the door please أغلق الباب من فضلك أيضا كلمة close ممكن أن تأتي adjective كما في حالتنا تأتي نعتا أو وصفا نقول close friends أصدقاء قريبين أصدقاء مقربين نتحدث هنا عن أصدقاء قريبين إذن close ممكن أن تعني قريب close ممكن تعني قريب إذن هنا نتكلم عن سياح للتحية نقولها للأصدقاء القريبين أو للأشخاص من العائلة في كل حالات نتكلم عن أشخاص مقربين في كل حالات نتكلم عن أشخاص مقربين طبعا كما نعرف أننا عندما نكون مع أشخاص مقربين تكون لنا حرية أكبر طبعا كما نعرف عندما نكون مع أشخاص مقربين تكون لنا الحرية في التعبير واسعة ولا تكون هناك حدود ستحييين بعض الكلمات بينما إلكتف حد الحفل رسمي مثلا عيد وطني مثلا ممكن أنك تقول هذه الكلام بطريقة أخرى إذن نحساب كل موقع على حساب كل الظرف تكون هذه العبارات وش رسمية وغير رسمية أنت مع أصدقاء يعني أنك تعرفهم جيدا ويعرفناك وبينكم صداقة وأحيانا يكون بينكم مثلا مزاح إلى آخرين إذن أكيد أنك ستختار كلمات عادية ليس بالضرورة أما رسمية يعني ما في أجدك تشدود ما في أجدك تكلف هل لا هذا هو المقصود بالكلام إذن greeting someone is what you do when you first see them basically saying hello there are many different ways people greet each other in English some be informal or appropriate for every situation and others being informal and something you should say only to close friends or family إذن هنا سنتكلم عن بعض النماديج النماديج إذن نأخذ هذه النماديج متران أولا ثم بعد سنرى نماديج أخرى four and greetings إذن نتكلم عن تحية رسمية تتكلم بشكل رسمي يعني فيها اختيار للكلمات لا تستعمل فيها كلمات من الشارع أو كلمات من العلمية إذن four and greetings إذن يقول الشخص الآخر هلاو هلاو أحمد هلاو هلاو مصطفى هلاو أحمد هال نعم كيف حالك كيف الحالك هول دوين متل واتيك هول دوين ثم تقول مثلا كيف أنت كيف أنت كو دي يرأي إذن نقول كو د مرنين سباح الخير صباح الخير مساء لين يعني كما نقول مساء الخير مساء الخير إذا في الولايات المتحدة الأمريكية حيث نقوله أن الطريقة المشتركة common يعني مشترك أو العامة عند الناس يعني أن مشتركة بينهم كما نقول أن عامة بالكلمات تكلم هنا عن تحية شخص بالكلمات إذن هنا أو عندما تلتقي شخصا لأول مرة The verb to meet عندنا فعل التاقة Here we have the verb to meet إذن هنا عندنا فعل التاقة Here we have the verb to meet كما نقول كما نقول The verb to meet You shake hands يعني أنك تهز اليدين أو الأياد كما عندنا هنا يعني المقصود أنك تأخذ بيده ثم أنك تبدأ تهز هاد اليد تعبيرا عن تحياتي You meet somewhere for the first time You shake hands يعني أنك تهز اليدين أيضا كلمة shake ممكن أن تعني هزة بعض الناس Weave المقصود بها الموجة في اللغة الإنجليزية كما سنلاحظ ممكن أن الكلمة تعبر عن الفعل نفس الكلمة تعبر عن الفعل وتعبر عن الإسم إذن مثلا كلمة shake ممكن أن تعني هزة وممكن أن تعني فعل هزة أو رجة أو مثلا ما فضى إلى آخرين أنك تتنفضش حاجة مثلا إذن تكلم عن shake هنا weave المقصود بها موجة مثلا موجة صوتية وممكن أن تعني لوحها هنا المقصود بها أنك تلوح لشخص آخر بيدك مثلا شخص بعيد عنك ترفع يدك فقط تلوح له بيدك لماذا؟ لأنك إن تكلمت فلن يسمعك لأنه بعيد عنك إذن هنا نتكلم عن the verb to wave إذن نتكلم عن فعل لوح كما نقول some people some people المقصود بها badness wave أن تلوح at one another كل للآخر at one another للواحد الآخر المقصود الواحد الآخر in informal situations إذن نتكلم عن الحالات الغير رسمية with people مع الناس with people مع الناس you know يعني أنك تعرف they work to know you know كما تتقراش كما تتقراش you know family or good friends إذن أنك تعرف العائلة أو أصدقاء جيد المقصود أصدقاء قريبين منك جيدا بحيث أنك تعرفهم جيدا ويعرفونك جيدا تمتين you may hug or kiss one another in informal situations with people you know مع الناس التي تعرفون family or good friends سواء كانوا عائلة أو أصدقاء مقربين you may you may يعني يمكنك عدنا دور to may the verb to may يعني فعل استطاع أو أمكان هم دي كان في كلام علمنا فعل pouvoir you may يمكنك hug يعني أنك تعانق to hug مقصود به عنقة أو العناق إذن نفسك الكلمة ممكن أن تعني العناق وممكن أن تعني عنقة you may hug طبعا يمكنك أن تعانق شخصا تعرفه سواء كان من العائلة أو صديق مقرب or kiss one another أو أن يقبل لواحد الآخر نتكلم عن الحالة حيث يكون الأشخاص يعرفون بعضهم جيدا سواء كانوا أصدقاء مقربين أو من العائلة نتكلم عن هذه الحالات في الولايات إذا في الولايات المتحدة الأمريكية الطريقة العامة الطريقة الشائعة كما نقول فتحية الأشخاص يتكون بالكلمة عندي طريقة الشائعة تكون بالكلمة informal situations نتكلم عن الحالات الرسمية or when you meet someone for the first time أو عندما تلتقي شخصا لأول مرة your shake hands أنك تهزل يدين يكون هناك هزل اليدين some people with at one another بعد الناس أنها تلوح بعضها لبعضا in informal situations أما في الطرق لغة الرسمية in informal situations with people مع الناس التي تعرفها هذه التي ممكن لشنا سكزيد أنت إذن مع الناس أنت تعرف المقصود مع الناس التي تعرفها family or good friends إذن نتكلم العائلة أو الأصدقاء الجيد والمقصود الأصدقاء المقربون you may hug or kiss one another يمكنك أن تعانق أو أنك تقبل الواحد الآخر you may يعني يمكنك hug or kiss one another يمكنك أن تعانق أو تقبل الواحد الآخر يعني كل شخص يقبل الآخر أو كل شخص يعانق الآخر إذن هذه فاش هذه in informal situations في الحالات الغير رسمية ممكن أننا نقوم بالأمر أما في الحالات الرسمية نقوم بالأشياء التي رأينا قبلا في ذلك الكتاب قدر حياكم الله وعلى لقاء قادم بإذن الله